يبدو ان طارق حامد نجم الزمالك السابقة واتحاد جد الحالية قد نجح في كسب احترام الجميع في الدوري السعودي منذ انضمامه للفريقي وكان الفترة الاولى لانضمام طارق حامد لاتحاد جد قد شهد انتقادات لاذعة ضد طارق حامد ومسؤول والنادي بسبب تعاقدهم مع النجم المصري وكانت انتقادات جماهير اتحاد جد ضد طارق حامد تستند على كبر سن اللاعب بجانب التحاماته العنيفة خلال معسكر الفريق المغلق قبل انطلاق الموسم واستطاع طارق حامد بمستواه المتميز كعادته واداؤه الدفاعي القوي بخط وسط نادي الاتحاد في كسب احترام الجماهير حيث جعل ارقامه ترد على منتقديه وشارك طارق حامد في ثلاث جولات مع الاتحاد حتى الان هذا الموسم حيث كان اللاعب صاحب النسبة الاعلى فوزا بصراعات بدنية بجانب سيطرته على منطقة وسط ملعب الفريق بشكل متقن بجانب الظهور بشخصيته القيادية في الملعب حيث نجح في قيادة الفريق لتواجد حاليا بالمركز الثالث بترتيب الدوري برصيد عشر نقاط وكان طارق حامد قد انضم اليوم لمعسكر المنتخب المصري استعدادا لخوض مباراتين وديتين متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس لشعارات ليصلك كل جديد